اهلا وسهلا بحضراتكم في كورس الباور سيستم ديستريبيوشن توزيع انظمة القوى الكهربية ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الكابلات والموصلة لازم نفرق بين الكابلات والوائرز الكابلات هي عبارة عن المغزيات الرئيسية او الفيدر اللي بتغزي لوحات التوزيع وبعجمها كبير نسبيا الموصلات الوائرز دي عبارة عن الاسلاك المستخدمة في دوائر التغزية الفرعية وخاصة ذات المقاطع الصغيرة لو احنا بصينا على اي كابل هنلاقي ان المكونات الرئيسية لهذا الكابل تلات طبقات الطبقة الاولى اللي هي الكوندكتور الموصل وبتكون يا اما سيو او اي ايل يا اما بتكون الومنيوم او نحاس لو كان لونها اصفر تبقى نحاس لو كان لونها ابيض تبقى الومنيوم الطبقة التانية اللي لونها احمر زي ما حضراتكم شايفين هي عبارة عن الانسوليشن العازل والانسوليشن بيكون حاجة من الاتنين يا اما بي في سي او اكس ال بي اي بي سي بوليفينايل كولورايد اما ال اكس ال بي اي هي الكروس لينكيد بولي اسيلين هنعرف الفرق بينهم كمان شوية الطبقة التالتة تشيز بتبقى غالبا بي في سي ثلاث طبقات لما نيجي نبص على تركيب الكابل هناخد تركيب الكابل ان جنرال هو مش بتكون من ثلاث طبقات بس اي كابل ممكن يتكون من تسع طبقات الطبقة الاولى هي الكور اللي احنا قلنا عليها يا اما انحاس يا اما الامونيوم طبعا دي بتبقى مواصل معدني من مقاومة منخافضة لان انا عايز افتكر القانون R بتساوي رو في L على A R الخاصة بالكابل اما الرو المقاومة النوعية ال L طول الكابل ال A الخاصة بالكابل وبالتالي انا في المواد الكهربية عايز مواد مواد مقاومتها منخافضة تمام وبالتالي انا بشوف النحاس والالامونيوم هما اكتر مادتين بيستخداموا في التوصيل الكهربي من ناحية القلب الكور يا اما بيكون مصمت او مجدول يا اما بيكون مصمت او مجدول طبعا الكروس سيكشن اريا او مساحة المقطع الخاصة بالكور دي بتعتمد على التيار المار في الكابل معلومة مهمة جدا من اول الشرح دايما الكروس سيكشن اريا ديبيند اون الكارنت يعني انا اقدر اقول ان ال A الكروس سيكشن اريا بتتناسب تناسب طردي مع الكارنت اللي هيمر داخل هذا الكابل استخدام الموصلات على هيئة شعيرات ده بيبقى افضل لانه بيزيد من الساعة التيارية او الانبيرية للكابلات لان التيار بيفضل انه هو يمر على المحيط الخارجي للكابل اللير التانية رقم اثنين اللي لونها هنا في الرسم اسود دي غلاف الموصل الكوندكتور شيلد دي طبقة رقيقة من مادة شبه موصلة تستخدم لملء الفراغات بين الجدائل الخاصة بالموصل وتستخدم ايضا لتنظيم المجال الكهرابي حول الموصل يبقى لو حد سألني الطبقة التانية مباشرة بعد الكور هي الكوندكتور شيلد طبقة رقيقة من مادة شبه موصلة تستخدم لملء الفراغات بين جدائل الموصل وتنظيم المجال الكهرابي حول الموصل اوكي رقم تلاتة طبقة التالتة اللي هي لونها ابيض الضيجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج هنعرف ان الكابلات الميديم فولتج الجهد بتاعها عالي وبالتالي هيبقى التخانة او السمك الخاص بالعزل في كابلات الميديم اعلى من التخانة في كابلات اللور طبعا زي ما قلنا اشهر انواع العزل البي في سي البولي في نايل كولورايد والإكس ال بي اي الكروس لينكيد بولي اسيلين طبعا لازم مادة العزل لازم تتميز بشدة عزل كهربية عالية مقاومة لدرجات الحرارة العالية مقاومة للرطوبة مقاومة او عندها مرونة ميكانيكية اللي هي الرقم اربعة زي ما حضراتكم شايفين اللي هي الرقم اربعة لونها اسود ده غلاف العازل الانسيوليشن تشيلد يبقى كان الكندكتور النحاس او الالمونيوم وبعده غلاف وبعد كده انسيوليشن وبعده غلاف يبقى الانسيوليشن شيلد طبقة رقيقة من مادة شبه موصلة تعمل على حماية الكابل من المجالات الكهربية الغلاف المعدني او الشبكة النحاسية اللي احنا بنسميها الغلاف المعدني او الشبكة النحاسية رقم خمسة لونها اصفر اهي دي بتبقى متالك تيب شريط معدني يستخدم فين يستخدم فين يا شباب للحماية الميكانيكية ومنع تصرب الرطوبة للكابل او تصرب تيارات الكسر يبقى ده فايدة الميتالك تيب طيب رقم ستة اللي هي المادة المالئة او بنسميها الفيلر دي طبقة مطاطية تحيط بقلوب الكابلات تعطي له الشكل الدائري يبقى رقم ستة دي مهمة جدا الفيلر تمنع تحرك الموصلات داخل الغلاف واحتكاجها ببعضها البعض يمنع تسريب الماء والرطوبة تمام الى اجزاء الكابلات يبقى لير رقم ستة مهمة جدا الفيلر بعد كده رقم سبعة رقم سبعة الغطاء الداخلي او بنسميها inner jacket غالبا بيبقى من البي في سي بعد كده الطبقة رقم تمانية اللي هو الارمورينج او التسليح التسليح دي بتبقى طبقة معدنية ليه التسليح خاص لزيادة الحماية الميكانيكية يا شباب تسليح يستخدم للحماية الميكانيكية طيب اللي يرى الاخيرة زي ما حضرتكم شايفين رقم تسعة الاوتر jacket او التشيز دي بتستخدم لحماية الاجزاء المعدنية من التآكل وبتبقى غالبا بي في سي بولي فينايل كولورايد طيب زي ما احنا شفنا ان فيه عندي مادتين عزل بي في سي و اكسي اللي بي اي في ناس كتير جدا لما بيجي يشتري الكابل يقول له والله الكابل ده بي في سي او الكابل ده اكسي اللي بي اي هو مش قادر يفرق لا ده الفرق مهم جدا البي في سي تستخدم في كابلات الجهد المنخفض تستخدم في كابلات الجهد المنخفض اللي هو فولتش كابل خصائصها ممتازة عند الجهود المنخفضة يا شباب ودرجات الحرارة المنخفضة هي كويسة عند الجهود المنخفضة ودرجات الحرارة المنخفضة اما لما بتعلى درجة الحرارة لا الميزة الخاصة بالبي في سي ناس كتير بتحب البي في سي اللي هو ما يعرفش لان هي رخيصة السمن تمام اطفاء زاية لللهب لا يتحمل انحناءات حادة مثل المطاط اما الكروس لينكيد بولي اي سيليل وده الافضل يستخدم في كابلات الجهد المتقصف الميزة الخاصة بتاعته مقاومة عليها للرطوبة تحمل درجات الحرارة المرتفعة تحمل تيارات القصر والتحميل الزائد تمام بس انا مش عايز اعرضها لانحناءات شديدة حاجة مهمة جدا كل الناس بتعرف برا البي في سي والإكس البي بس لا انا في عندي في عندي البي بي البولي بروبالين البولي بروبالين لما انت بتشوف التكنيكالي سبيكس ممكن يقولك الكابل بولي بروبالين هو مش منتشر في منه البولي بروبالين بس وفي عندي اللو دينستي بولي اسيلين تمام ال 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 دي بي اي وفي عندي الهاي دينستي بولي اسيلين اتش دي بي اي بي بي سي ایكس البي بي 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 ال دي بي اي ح دي بي اي ا